من منا لم يسئل من قبل عن الشخص الذي قام باختراع المدرسة فهذا السؤال يراود الكثير منا ولا يعرف إجابته إلا القليل فمصطلح المدرسة يعرف بالمؤسسة التعليمية التي يتم استخدامها من أجل التعلم والتعليم عن طريق تلقي طلاب تعليمهم في بيئة تعليمية على أيدي المعلمين مما ينتج عنه اكتساب الطلاب للمعرفة ننصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية فالمدرسة هي المكان الذي يتم فيه تنفيذ كثير من الأفكار من خلال نظام محدد تعمل على مساعدة الطلاب على التعلم بطريقة أكثر كفاءة وتنظيم والدراسة بشكل عام تم تطويرها على عدة مراحل وقد بدأت مونيذ قديم الزمان بالتطور والتحديث إلى أن وصلت إلى شكلها الحالي بالإضافة إلى أن الشخص الذي قام باختراع المدرسة غير محدد تقريبا ولا ينسب إلى شخص واحد فالدراسة متواجدة مونيذ القدم يميل المؤرخون إلى أن المدرسة قد اخترعت في سنة 3100 قبل الميلاد وإن أول استخدام للمدارس كان خلال فترة الأسر الحاكمة المصرية للمدرسة تاريخ طويل لكن على الرغم من ذلك فإن يمكن تتبع تاريخ الدراسة والتعليم في عدة بلدان حيث مرت المدرسة بعدة مراحل لتتطور فقد كانت مجموعات من الطلاب يلتقون في منطقة التعلم المخصص للتعليم من أجل التعلم وكان هذا النوع من المدارس في اليونان القديمة ويدعى أكاديميات وقد أصبح مصطلح الأكاديمية معروف عن المؤرخين منيذ وحوالي 305 قبل الميلاد يعود تأسيس أول مدرسة تم إنشاؤها إلى الإمبراطور البيزنطية حيث تم تأسيس جامعة القيس بنطينيا عام 425 ميلادي وعند النظر إلى النظم التعليمية السابقة فإن التعليم الذي يقدم في الجامعة أكثر تنظيماً كما يركز على مواضيع دراسية محددة مثل القانون والفلسفة والحساب والطب والمزيد من المجالات الأخرى تعتبر من أحد المساهمين في إنشاء مصطلح المدرسة فالثقافة الإسلامية كانت تركز بشكل كبير على المعرفة والتعلم وكان ذلك مونيذ عام 780 ميلادي فقد أطلقه على ذلك العصر بالعصر الذهبي للإسلام وكان نتيجة التركيز على التعليم وابتكار أساليب تدريس أكثر منهجية وفي البداية كان يتم التدريس في المساجد أو المنازل لكن في القرن التاسع الميلادي كانت النخب الثقافية والسياسية هي التي قامت بإنشاء المدارس الدينية مراكز التعليم الرسمية تم إنشاؤها في العالم الإسلامي لكن في نهاية الإمبراطورية العثمانية تم بناء مرافق شاملة من أجل توفير التعليم للجميع وتضم تلك المرافق المساجد والمدارس وأماكن للطعام والمستشفيات فيما بعد وفي عام 1369 ميلادي بدأ شخص يدعى هور اسمان بإنشاء المدرسة عن طريق رعاية أطفال الحي الجامحين الذين يسيون التصرف وأجبرهم على التجمع في غرفة مقفلة واحدة من أجل التعليم وقد قام بعد ذلك توضف شخص راشد من أجل مراقبتهم والغريب في الأمر أن الآباء كانوا فرحين بهذه الفكرة وذلك لأن هذه الفكرة تحررهم من أجل التركيز والتفكير كثيرا في العمل وعلى الرغم من تلك الرواية التاريخية الصغيرة لا توضح أي فكرة عن تعليم الأطفال إلا أن فكرة إرغام الأطفال على الجلوس في غرفة لمدة طويلة على مدار اليوم تعتبر من الأفكار التي قام بها هورسمان من أجل التعلم